انت يا ابراهيم تحديدا تعال اشرب وانت يا عبد الرحمن وانت يا سعد وانت يا زيد اسألكم بالله استشعروا هذه اللحظة العظيمة وش راح يكون موقفك الرسول يناديك في عطش يوم القيامة ثم اذا جيت عنده تبغى تاخذ كأس كوب تشرب ياخذه منك يقول لا انما اسقيك بكفي شربة لا تضمأ بعدها ابدا اللهم ارزقنا منه شربة لا نضمأ بعدها ابدا يا رب وكل من حضر معنا من اخواننا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا شربة لا تضمأ بعدها ابدا ويسقي الناس طيب الحساب ما تم يا رسول الله استشفع لنا عند الله فيشفع ثم يبدأ الحساب الحين شوفوا المرحلة الثالثة الاولى شفع الثانية سقى الثالثة بدأ الحساب وفي ناس تمر على الصراط كلنا وان منكم الا ايش واردها الرسول يوقف على طرف الصراط ما خلانا ما قال خلاص الحساب بدأ انا بوقف وكل واحد ياخذ جزاه الرسول يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم امتي اللهم امتي ثم يمر الناس يشوفهم النبي اللهم سلم اللهم سلم لين يمرون اذا طلعوا واطمئن ان الناس مشوا على الصراط راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة يا جماعة والله العظيم ان الرسول يستحق مننا الحب والصلاة عليها صلى الله عليه وسلم جب لي انسان في الدنيا له فضل عليك مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ويجتمعون الناس يقول النبي ان الجنة لها ثمانية ابواب وان بين مصر عيها بين مساكة البيبان كما بين السماء والارض وانه والله ليأتين عليه يوم وعليه زحام من كثرة الناس عند باب الجنة فالناس واقفين عند باب الجنة من فتح الباب والانبياء واقفين ادم نوح موسى وعيسى وابراهيم والزكريا ويحيا فاذا اقبل النبي وهم يستشفعون ادم انت ما شفعت لنا في الحساب اشفع لم يفتحنا باب الجنة قال اذهبوا الى نوح نوح نبغى ندخل الجنة ننتظر الجنة هذه طيلة اعمالنا وفي القبور مئات السنين والاف اذهبوا الى فلان ثم يأتون الى النبي يا رسول الله اشفع لنا فيقول النبي ان الله قد اذن لي ان اطرق باب الجنة فيطرق الباب متخيلوا صوت الباب استشعروا فاذا بخازن الجنة منه رضوان من قال محمد عليه الصلاة والسلام قال لك اذنت ان افتح فتفتح بواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد ياخذك يا ابراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة ويمسكك حتى يهديك ويدخلك الى قصرك اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين هذا مشهد عظيم طيب خلاص طيب دخلنا الجنة دخلنا لا فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار يا رسول الله حتى اهل النار حتى الذين عصوا ان من امتي من ادخله الله النار واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار اللهم اني استشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب وأخرجهم من النار يقول فاتي وأحد الحد وأخرج من امتي من اخرجه ثم يقول ادخلهم الجنة ويبقى عدد فاشفع مرة ثانية فيحد لي حد فاخرجهم وادخلهم الجنة يقول اربع مرات يقول فاستحي من ربي وأسجد مرة خامسة فأقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا اله الا الله يقول فاتي وأخرج منهم ثم اذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة يقول فأذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان يقول فأخرج ما شاء الله من امتي حتى يدخلون الجنة ثم اذا اردت الدخول خلاص التفت فاذا برجل يلحق بي والملائكة تخاطفه يلحق الرسول يبغي تخل الجنة والملائكة تسحبه فيقول النبي يا رب انه من امتي فيقول الله له يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك احدث يعني غير بدل ابدع يعني بدعه ابتدع قالوا سحقا سحقا فيأخذ الى النار هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعانى على نشره اللهم فغفل له جنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين